اشتركوا في القناة على لسان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانه بيطمن الحاصن على اقل من 60% بيقول لكم مكان في الجامعة قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الطلب الحاصن على الاقل من 60% في نتيجة السنوية العامة هذا العام سيكون لهم مكان في الكليات والجامعات مؤكدا أن منظومة التعليم العالي بها تطور كبير خاصة خلال السبع سنوات الماضية اززاد عدد البرامج التعليمية والجامعات والكليات الحكومية والأهلية والدولية من أجل توفير أماكن متاحة للطلبة في كل ربوع مصر وكل النجاحين في السنوية العامة وعن إقبال الطلبة على الكليات الأدبية أو العلمية قال الوزير خلال مدخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطنة المزعلة قناة الحدث اليوم الفضائية مساء السلاسة أن دراسات العلوم الإنسانية التي يدرسها طلاب القسم الأدبي هي دراسات مهمة جدا في العالم كله ولكن لا يمكن التوافل عن أهمية العلوم التطبيقية والعلمية ويجب التوازن بين الجانبين معقبا لكن لما بنفتح كليات جديدة يكون نسبة العلوم التطبيقية والتكنولوجية أعلى من كليات العلوم الإنسانية رغم أن الدولة تطور في كليات الآثار والفنون والأديب وشدد على أنهم يعملون بشكل مؤسسي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مشددا على أن نتائج طلبة مرحلة السنوية العامة هذا العام النتيجة بتاعتهم يعني ناتجة عن امتحانات مختلفة عن العام الماضي وهذا لا يعني تقليل فرص الطلبة في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها لأن الطلب يتنفسون فيما بينهم في نفس الامتحان على مقاعد متاحة في التعليم العالي وبالتالي المقارنة بين نتائج هذه السنة الدراسية والسنوات السابقة غير صحيحة يعني ما تقرنش بين مجميع السنة دي ومجميع السنة اللي فاتت أو اللي قبلها وهكذا وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني نتيجة السنوية العامة في مؤتمر صحفي يوم السلساء موضحا أن نسبة النجاح العامة لنتيجة السنوية العامة 74% 76% في الشعوبة العلمية و70% للشعوبة الأدبية تمانيتنا ليكم بالنجاح والتوفيق والتفوق ربنا سبحانه وتعالى يسعد أيامكم القادمة وتستمتعوا بحياتكم الجامعية وتكون عمادا لهذا الوطن يعتمد عليكم في تحضره وتقدمه إلى أن أرقاكم في فيديو آخر لكم مني خالص التحية والتقدير ولا تنسونا من عمل لايك الفيديو الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس على الكل حتى سلكم منا كل جديد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر